بسم الله الرحمن الرحيم عزائنا المشاهدين أهلا بكم معنا في برنامجكم كلام في كلام اليوم هنتحدث عن كل ما حدث على مدار الأسبوع الماضي من أحداث وتداعيات وما تناولته الصحف ووسائل الإعلام بكافة أشكالها وما قاله المحللون وآخر المستجدات على السحب بداية بنلقي الطحية لكل جنود البلط الأبيض وبنترحم على شهدائنا من الأطباء والممرضين واسمحوا لي هنقفضي أحداد ونترحم عليهم جميعا جنود على مدار الأسبوع الماضي زادت مسبة الإصابات في كورونا التي أصبحت حديث الساعة والتي جعلت العالم كله يتوقف ويحبس أنفاسه وصلت الأعداد إلى ما يكرب من 2 مليون إصابة حتى الآن أمريكا بتحتل المركز الأول وكلب السحر على الساحر وما ربك بظلام للعبيد نسبة الوفيات على مستوى العالم تزايدت بشكل غير عادي وتخطط المئة ألف من فضل يا ربنا علينا أن المنطقة العربية وشمال أفريقيا الدول المحيطة بمصر ومصر ربنا ما زال حميهم نسبة الإصابات ما زالت تحت السيطرة نسبة الوفيات معقولة جدا منظمة الصحة أشادت بذلك منظمة الصحة والمسؤول عنها الأمين العام لمنظمة الصحة والمتحدث باسمها زوء الوصول الأفريقية العالم كله بيضرب له تعظيم سلام وكل قيادات العالم بتتفاعل معاه وكل وزراء الصحة بيتفاعلوا معاه إلا شخص واحد تراب لأنه لم ينفذ أجنتته لم يقل أن الفيروس أساسه الصين لأنه لم يتأكد بعد حتى الآن من أين أتى الفيروس علما أن كل المعطيات وكل الدلائل بتؤكد أن وراء هذا الفيروس المسونية العالمية وأصابع خفية كثيرة وأشياء هنتحدث عنها وهنسيب الحكم للمشاهد إعلان حالة الطوارئ في أمريكا وحظر تام إقالة قائد البحرية الأمريكية ومعنا فيديو لي يا جماعة ياريت نشوفه علشان قال أنا عندي 200 جندي على سفينة من أخطر السفن الحربية الأمريكية حاملة للرؤوس النووية قال أنا عندي 200 جندي أصيبوا فيروس كورونا فإزاي يعلن ده وإزاي ما يتكتمش على الخبر أمريكا ملكة الحريات رافعت مش على الحرية والديمقراطية وبناء عليه تم إقالته إقالته مش استقالته إقالته بعد كده تم القبض على أحد العلماء هناك وهو باحث يدعى تشارلز ليبر واتهموه بتطوير فيروس كورونا وإن هو اللي يصربه للصين وإشر البلاتو ما يضحك كما يقولون كيف حدث ذلك وهو يعمل معهم في إحدى المختبرات التي خرج منها وصيقة نشرتها منذ سلسة أشهر بتقول إن الفيروس براءة الاختراع بتاعته أمريكية ومشارناها بأرقامها وقلنا رقامها الحلقة الماضية بيل جيتس طلع قال إن الفلوانزة الخنازير قبل ما تنتشر بشهر ونص حذر منها ومن شهر ونص برضو قبل ظهور كورونا طلع حذر من كورونا وكأنهم يعني على علم يقيني بما يحدث أو بيمهدوا للسينيريوهات اللي هتطرح أول بول الناس بصراحة يعني ما شاء الله عليهم ما زالت الأمور بتتصارع وأهمها اتصال هاتفي أمس ما بين الرئيس الفرنسي والرئيس عفتاح السيسي فرنسا بتطلب يد العون من مصر ومصر لن تتخلى عن أحد وكانت البداية مع الصين ومع إيطاليا ومصر كعادتها بقادتها وشعبها دائما سباقة بالخير ولا تنسى من يقف بجانبها جيوش العالم دلوقتي هي اللي في الميادين هذه الأزمة أظهرت مدى قوة الجيوش في البلدان وإن هي اللي تصدت لهذه الحرب الخافية على العالم كله فيروس في يعني لا يرى بالعين المجردة جعل العالم كله في حالة من الرعب والهلع والخوف هل الإعلام كان أداة لزيادة هذا الهلع يعني ولا الإعلام بينقل فقط لغير دون أن يبحث عن الحقيقة سؤال بطرقه لحضراتكم وبدأت أمريكا بناء على دراسات كثيرة تضق طبول الحرب والأول مرة تعلن أن هناك كارثة كبرى تمهيدا لسيناريو قادم أعلنه وزير الدفاع بنفسه في هونجو كونج وقال أن العدو الأول والأخير لنا دلوقتي للأمريكان يعني هو الصين وأن ليست روسيا هي العدو الأول دلوقتي للأمريكان بدأت 18 دولة في شرق أسيا تبرم اتفاقات على أن تكون التعاملات بتاعتها بالعملات المحلية ونظام المؤيضة حتى يتخلصوا من الدولار المسيطر على كل شيء ده بالنسبة لأبرز الأشياء اللي حدثت على الساحة الأسبوع الماضي على المستوى الداخلي جاءت قرارات السيد الرئيس بتكليف الحكومة بتخفيف الأعباء على كل المؤسسات وخاصة المواطن قبل المؤسسات واتخذت إقراءات صارمة لحماية المواطن المصري وخاصة المواطن البسيط والعمالة المؤقتة وبدأ بالفعل صرف 500 جنيه لكل مواطن من العمالة المؤقتة وبدأت إجراءات كثيرة من الحكومة غير عادية كشفت قد إيه الحكومة دي للأمانة بالنسبة اللي بنشوفه على الساحة العالمية والدول الأخرى قد إيه بزلت جهد غير عادي وإن القيادة السياسية بتاعتنا كانت وعية جدا والقرارات اللي خدتها قرارات متدرجة وحازمة وكانت احترازية حقيقية لمواجهة هذا الفيروس اللعين وده بإشادة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية اللي قالت النهاردة إن أه صحيح إحنا العدد محدود عندنا وإن الشهر القادم سيشهد موجة ثانية أو ثالثة من فيروس كورونا بتهدد أو بتنزر بخطر شديد ولكن مصر واخد إجراءات قوية جدا تجاه هذه الأمور نسبة الوفيات عندنا لا تتعدل 200 الرقم 200 30% منهم ماتوا قبل ما يوصلوا المستشفيات لأسباب كثيرة جدا إن إحنا ما زلنا بنخبي على الأشياء اللي بيصاب ما بيبلغوش عنه ويسيبوه لغاية محلته تتدهر وبعدين لما ييجي تنقل للمستشفى عبال ما يوصل وخاصة انكبار السن بيكون توفاه الله صحيح الموت واحد وتعددت الأسباب وإلا يعني لو ما موتش بكورونا هتموت بالسمة هتموت موتها طبيعية إلا إن إحنا الدولة عاملة إجراءات احترازية كتير جدا واخد على عاطقها جهد غير عادي ولكن للأسف المصريين بعض المصريين مش هقدر عمم مازال الجهل والخوف بيسيطر عليهم البعض مش عايز يلتزم بالجلوس في بيته البعض الآخر ما بيعيلنش عن المرض إلا بعد فترة ومن أبرز الأشياء موضوع الدكتورة اللي توفاها الله وخرجت الجماهير علشان ياريت الفيديو يا جماعة لو عندوك تشغلهن يعني مش عايز إنها تتدفن خوفا من انتشار المرض إذا كان إحنا ما بنلتزمش وكل اللي كانوا وقفين بيمنعوا ما حادش فيهم لابس كمامة منظر يعني أديكو زي ما انتم شايفين على الشاشة تجمهر غير عادي وكأنها مظاهرة تجمعهم ده في حد ذاته خطأ وبعدين الشرطة تضطر تضرب كنابة المسيلة للدموع علشان يدفنوا طبيبة ضحت بروحها علشان خاطر جموع الشعب طب ده كلام يعني أصبحنا في حالة من الجهل غير عادية أولا البناء أدم بعد ما مات لا بينقل ولا بيعمل ومعروف إن الفيروس نفسه ما بينموش ولا يكبر إلا داخل الأجسام الحية اللي هو داخل جسم الإنسان لكن بمجرد ما الروح صعدت للي خلقها انتهى الأمر كان بصراحة يعني وضع موسيق جدا للمصريين اللي مشهورين عنهم الشهامة والجدعانة والقرم وكل تناسى إن إكرام الماء يدفنوا معانا فيديو على النقيد تماما حيوان كلب مات اتلمت الكلاب علشان تدفن زملها الكلب اللي مات هنشوف يعني سبحان الله عالم غريب لما تبقى الكلاب بتدفن كلب مات وبيتعاونوا بهذا الشكل والبنى أدمين بيتصرعوا على إن ما نتفنش طبيبة مش شخص عادي توفاها الله بفيروس كورونا وهي بتعالج الناس وهي وقفة جندي في ميدان المعرقة لأن كل مرتادي البلط الأبيض سواء كانوا أطباء أو ممردين أو أي حد بيعمل في المجال الإداري حتى في مجال الطب اليومين دول لازم نضرب له تعظيم سلام هو جندي زيه زي الجندي اللي واقف على الجبهة بيحمي الوطن وطراب الوطن اللي بنقوله دايما يد تحمل السلاح لحماية الوطن وطراب الوطن واليد الأخرى تبني وتطبب وتعالج رحم الله شهداء الوطن هننتقل لأمر آخر وهو أن الفيروس آه وزارة التضامن أعلنت وزارة التضامن السيدة نيفين القباجي الشيء اللي عملوا للأسف كل الفنانين ولعيب القورة وأنا أتكفل بتلاتين أسرة وأنا أتكفل بخمسين أسرة وأشياء كده من هذا القبيل يعني كانت مضحقة وظننا أن فيهم الخير وأنهم فعلا هيسهموا مع الدولة أعلنت الوزيرة أن كل اللي تلم تلاتة مليون جنيه وكان كله للشوق الإعلامي فقط لغير حاجة تحزن حاجة تحزن حقيقي يعني اللي حزن أكتر بقى أني مازال جماعة الشر المسمى بإخوان الخرفان والله حرام نظلمها مالهز زم هذا الشخص ليه فيديو بيتداول على وسائل التواصل الاجتماعي ياريت نسمعه ونسمع الناس بيقول إيه تبقى تعالجوا أو تتصرف أي حد فيكو عنده الفلونزا عنده سخنية عنده برد يروح خش على اسم يعدي يعدي واحد يعدي يروح النيابة يعدي يروح محكمة يا سلام لو عسكري ويقدر يخش وزارة الدفاع يسلم على السابة اللي هو قاد بتعجز في الشرطة والسابة الخيادات بتعجز في الشرطة والقضاء الرجال العمال السلسوية الفنانين مدينة الانتاج الاعلامي يا سلام لو فيه ناس ضد ضد الانقلاب العسكري شغالين في مدينة الانتاج الاعلامي فلهم دور برد بس أي حاجة سخنية برد أي حاجة خش وسلم عليهم كلهم ما انت ما تعرفش دور البرد بتاعك ده قصته إيه إذا انتشر هذا الحال بين الناس الدولة هتبدأ هيبدأ يلتفت يحارب ويعلن قصة المرض ويبدأ انتقم لنفسك كيفية كده في حين اني نلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي مرشحة الرئاسة التونسية عاملة قصيدة في مصر معناها اني لما يسألك حد انت مين قولهم ان البلد اللي قاوية كل العرب الليبي والعراقي والسوري والسوداني اللي ما عملتش مخيمات للاجئين اللي بتجعل الكل يعمل في بلدها حر طليق بلا كفيل بلا اقامة بيتعامل زيه زي المصريين اي جنسيا كانت عشان كده ربنا حامي البلد دي وهيفضل حميها من امثال هؤلاء الجبناء هم وقناوات الشر بتاعتهم اللي بيتنظروا فيها على كل شيء بدأوا بالاقتصاد وفشلوا بدأوا بكل الازمات اللي مرت في مصر وفشلوا حتى المرض طلعوا يتاجروا بيه معنا هيبقى على الهوى بعد قليل الدكتور علي الشامي دوت من اسد ايه 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 ازاي صحة معليك الله يبارك فيك منورنا يا دكتور دكتور علي قيمة وقامة وعميد اكتر من كلية للصيدلة والامين العام لجماعية الصيدلة ودي من اعرق الجمعيات واقدمها في مصر واقدم من النقابة نفسها غني عن التعريف طبعا يا دكتور حقيقة الدواء الياباني يا دكتور وشكل العالم الان وهو في حالة حص بيس من كورونا ايه والله الصورة بدأت تبقى الى حد كبير دلوقتي بالنسبة للأدوية والعلاج الصورة بدأت تتضح وان شاء الله فيه امل كبير جدا نعم وفعلا حدث ان فيه ناس كتير دول العالم المختلفة علجت باكتر من دواء يعني احنا دلوقتي بنتكلم فيه تقريبا اربع او خمس ادوية غير الامصال اللي لسه شغالين فيها فبالنسبة اولا للدواء الياباني اللي حضرتك بتقول عليه اللي هو الافيجان اللي هو الافيجان او الاسم العلمي طبعا معظم الناس دلوقتي عارف الكلام ده الافي بيرافير ده فيه شغل كتير دلوقتي على مستوى العالم الصين عالجت به من مدة طويلة جدا الناس بتاعيوهان واليابان ايضا استخدمته في العلاج فمدي نتائج مبشرة جدا ونتائج كويسة جدا بالفعل جاب نتائج عالية جدا وده معروف مش عايش شغل كتير طب وبالنسبة للكورين استخدم قبل كده في انواع الانفلونزا المختلفة من كذا سنة نعم فده من الحاجات الكويسة اللي ان شاء الله تعالى بتدي نتائج جيدة جدا وبعدين طبعا الدول اللي خد شغل كتير قوي او كلام كتير جدا في وسائل الاعلام وخاصة من ساعة الترامب ما تكلم عليه كان قبل ما ترامب يتكلم عليه كان فرنسا استخدمته في علاج 80 حالة ونجحت في بداية الازمة في شهر مارس تقريبا اللي هو على معظم الكالوروكليين اللي هو الهايدروكسي كلوروكين كلوروكين وده واتكلمنا عنه حضرتك جايب سيرت دلوقتي جامعية الصيبالية كان صدفة بحتة اتكلمنا عنه في محاضرة في الجامعية الصيبالية كان عندنا مؤتمر في فبراير 22 فبراير قبل ما اي حد يتكلم عليه وجد صدفة بحتة انا بتكلم على نباتات الطبية واشجار الكينة ففكرتني وانا بتكلم كنت قريت خبر ان الصين بدأت تعالج بالكالوروكين لان الكالوروكين اصلا تعالج به بده وتاني اسمه الريميدزفير عالجه به السارس اللي هو كوفيد وان يعني اللي هو اصلا كان جاف 2003 نعم وده نتيج كويسة فبدأوا يعني زي اللي بيدوروا في دفاترهم القديمة بدأوا يجربوا الكالوروكين اولا وبعدين ادى نتائج كويسة في الصين برضو فبدأوا في يوهان بالتحديد فبدأوا اعلنوا النتائج دي فانا يمكن جبت سيرة هذا الدواء وقلت انه يا جماعة ده اصلا دواء معمول بالتصنيع الكيميائي على غرار مادة الكنين اللي اكتشفت زمان قوي من القرن البدايات القرن التسعة عشر هي اكتشفت من القرن الستاشر انما بدأت تستخدم واستخدمت فعلا لعلاج الملاريا في القرن الستاشر وبعد المادة الاساسية اللي طلع من اشجر الكينة انما بقى في القرن السبعتاشر والثمان والعشرين بقى في تقدم الكيميا بدأوا يحضروا مادة الكولوروكين مادة الكولوركين حضرتك بدأوا يستخدموها الجماعة السميين في علاج السارس في 2002 جابت نتيجة ضفوا عليها مادة تانية اللي هي الانتيفيرل مضادة للفيروسات وفعلا قدت نتيجة جيدة في المرة اللي فات في 2002 و2003 وحتى في الإبولة برضو قدت نتيجة ويسببوا نوع من أنواع أنا كنت لسه أسألك عليها نوع من النوع الجديد اللي هو الكورونا الجديد اللي هو زي ما بيسمونه كوفيد 19 المستجد اللي هو مش عارفين أصله وفصله ده سبب مشاكله الزيادة اللي احنا دخلنا فيها دلوقتي بقى فيه إصابات في العالم كله بلا استثناء دربوا الدواء ده في فرنسا قد نتيجة كويسة بدل ما يده الكولوركين سوفيد ده أو كابريتات الكولوروكين قدوا مادة خارجة منه برضو اسمها هيدروكسي كلوروكين والجديد بقى أن بعد ما ترامب بتكلم عليه فجاء طب في أمريكا اكتشفوا أنه بيعمل حاجة مهمة جدا بالنسبة لهذا الفيروس نعم بيمنع الزينك بدخل الزينك داخل الخلية نعم والزينك بيمنع تكاثر الفيروس ولذلك جاء طبيب برضو كويس في في الأسبوعين الأخرانيين دول ضاف عليه مادة بنسميها صلفات الزينك ودي مادة كلنا نعرفها يعني والزينك ده مادة يعني معروفة أصلا بتنشط جهاز المناعة فأضافوها على الكولوروكين ده حضرتك وضافوا عليها مادة تانية اسمه زيسر وميسين ده مضادة حاوي كلنا بنستخدمه عشان أي التهابات في الجهاز التنفسي العلوي نعم كل الناس بتستخدمه حتى بدون رشدة في مصر يعني كالعادة فالتلاتة دول قدوا نتيجة كويسة جدا الرجل الأمريكي ده حضرتك عالج 1669 حالة وقدت تقريبا نتيجة شبه 100% 99% زي انتخاباتنا بتاعة زمان المهم فدي قدت حاجة كويسة ودلوقتي شغالين فيه هذا الدواء جميل فأصبح دلوقتي عندنا الأفجان وعندنا هذا التوليفة بيسموه كوكتيل لا وهو بالفعل النهاردة الدكتور حسام عبدالغفار أميني المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعات أعلن ان احنا بدأنا نجرب الأفجان على 620 حالة وبدأ يجي نتيجة كويسة جدا بردو دكتور أشرف حاتم اللي هو ماسك لجنة الفيروسات في مصر دكتور أستاذ في جامعة القاهرة برضو الحقيقة عامل شغل في الموضوع ده كتير وإن شاء الله والشغل اللي نقص اللي هو الدراسات السريرية أما فيه أنابيب الاختبار زي ما بنسميها الدراسات اللي هي في المعامل ديها نتيجة جيدة جدا بالنسبة للأفجان وبالنسبة برضو للأدوية تانية كتير وفيه الدواء تاني اللي عملته استراليا برضو الحقيقة أو اللي جربته استراليا اللي هو بتاع الفطريات ده دواء أصلا بيعالج أسف بيعالج المواد اللي هي بنسميها البرزايتز زي الديدان اللي هو مضاد للديدان والحشرات اللي بتيجي في الشعر اللي هو الإيفر مكتن الإيفر مكتن ده 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 هو معروف وده ورخيص جدا وموجود بيتباع أيضا بدون روشيتة فالجماعة في استراليا في الأنابيب الاختبار والشغل اللي بنسميه الامفترو ده اللي هو مش على جسم الإنسان يعني ده نتائج جيدة جدا وبرضو بالنسبة لأستراليا وبرضو يمكن هنستعجب مرة في استراليا بيجيبوا دواء ومرة في فرنسا دواء ومرة في أمريكا بيضموا وفي كندا دلوقتي بدأوا يجربوا يعني بدأوا من حيث احنا انتهينا نعم وفي كندا بدأوا من حيث احنا انتهينا وجايب عندهم نتائج كويسة جدا بالزبط في جدا وبعدين حضرتك والسبب كمان الجديد اللي حصل ان التعرف على الفيروس هو دلوقتي اللي شغال فيه العالم اللي هو المتخصص احنا مش متخصصين فيروسات نعم او يوجدوا المصر لان مجرد ودولوقتي بقى فيه جزء كبير حوالي 80% من صفات الفيروس معروفة انما الباقي لسه لان النهاردة كل ما بي دراسات بتكتر النهاردة اكتشف انهم ثلاثة ناسألوا ستة كمان ستة اللي هي بنسميهم طفارات لانما تنقل من الخفاش للانسان ده نوع جديد خالص وده اللي دوخ الناس طيب انا عايز اسأل حضرتك سؤالة دكتور بعد اذنك الملاحظ ان كل الدول اللي فيها مختبرات للفيروسات بشكل عالي جدا ومهتمة بالحكاية دي سواء كانت كحروب بيولوجية او اهتمام علمي بالفيروسات علشان ما نحملش الامور اكتر من حقها هم اللي انتشر عندهم المرض بشكل غير عادي هل لعدم سيطرتهم على هذه الفيروسات او تصربها او ايه بالضبط لا هي عادة حضرتك الانتشار الشديد اللي حصل ده اهمال من الاول يعني حضرتك مدوش للازمة حقاها من البداية زي ما النهاردة يمكن انا مش عايز ادخل سياسيا طبعا شايف حضرتك نيوزويك عامل ايف ترامب والنهاردة الوسائق الرسمية اللي هو بيكدبها انه هو السبب في ان الفيروس الفيروس ينتشر في امريكا عمل الانتشار الغريب دلوقتي النهاردة قربوا على يعني لا تعدوا نص مليون اه نص مليون اصابة النهاردة دخلوا فيها امريكا فالعملية النهاردة هي بتيجي ان في دول وناس رؤساء مخوهم معلش مش علمي ومخوهم ما بتصرف يعني اللي في دماغه هو في دماغه فده وصل الامور الى ما وصل اليه يعني مش عايز يصدق المستشارين بتوعه طيب هو على كل شيء قدير هو بيعرف كل حد ونعمة بالله طيب رجتة سريعة للشعب المصري يا دكتور نقول ايه ننصح المصريين بايه والله يعني احنا الحمد لله مشيين عندنا ايمان بربنا كويس وده مطلوب في هذا التوقيت وبعدين الامان بربنا برضو من اهم قواعد الايمان واهم شروط الايمان ان نتمسك بالمقاومة نعم مقاومة هذا الفيروس مقاومة هذا الفيروس واتقاء شره ولا تلقوا بايديكم ولا التهلكة ان ارضا ما يتقال اما حاس ان انا انزل في الشارع الفيروس على يميني وشمالي قدامي وورا منش شايفه يبقى اما نقول ان الناس تمكس في المنازل او تقعد في البيوت اللي هو التباعد الاجتماعي وده شرط اساسي يعني ما جيش لواحد ارمي نفسي في توبيز زحمة في مترو زحمة ابعد عن الكلام ده تماما حتى يعني عملية انك تقعد في البيت اكبر قدر ممكن من الوقت نعم ده واجب عليك ومن الايمان جميل يعني سيدنا عادي ابن طالب ما بيقولك لو كان الفقر رجلا لقتلته وبعد عن الطعون وبعد عن اي مكان فيه احنا بنشكر حضرتك وعلى وعد بقى باللقاء خاص في الستيديو هنا على اساس نستفيد من علمك الكثير شكرينا دكتور علي شكرينا برضو انا عايز اقول انا مش متخصص فيروسات وبرضو المتخصصين فيروسات مهمين جدا وبرضو يفيدوا الناس اكتر مننا كتير ربنا يا خليكة دكتور ساعدنا بيك مع الشكر من المفارقات بقى بتاعة القدر ان رئيس كوريا بعتت له حاجة يعني كده نفك بيها التنشانة اللي احنا فيها بعتت له منظمة الصحة بتطلب تعرف الحالات اللي عنده شكلها ايه فقال لهم انا موافق بس على شرط ان الاقابة الرامة بتاعة الفرد تتكلف 3000 يورو 180 وأحلله في المطار عندي والتكلفة تكلف 1120 واللي يثبت أنه عنده كورونا أعدمه في الحال وبعد كده أحطه على كهاز كشف الكزب لو كان داوة جسوس أو مش جسوس والتكلفة بتاعتها 2070 يورو وكله هاخده بالقوان الكوري فردوا عليه قالوله بنشكر حسن تعاونكم وأثبتتنا كده أن كوريا ما فيهاش ولا حالة كورونا معانا الدكتورة زينات جازا زينب دكتورة زينب معانا أهلا دكتورة زينب إزاي صحة حضرتك دكتورة زينب بما أنك عضو جماعة العالمية للصحة النفسية شايف المصريين رايحين على فين والخوف والهلع على مستوى العالم من كورونا أدى إلى إيه؟ هو إحنا بس أولا يا دكتور إحنا بالنسبة لوضعنا زي ما حضرتك كانت أشارت في مقدمة البرنامج إحنا أفضل من ناس كتير جدا وأفضل من دول كتير جدا والحمد لله يمكن كمان في حتة كده ربانية دايما بتبقى يعني زي ما إحنا بنقول باللغة الدرجة بتسترنا في الأمور الزيئة ما نقدرش إحنا ننكر إنه فيه التزام من قبل المصريين بنسبة مش قليلة زي ما كمان إنه إحنا عارفين كان فيه درجة كبيرة من التعاون لكن ما نقدرش برضو نقول إنه ما فيه سلبيات أكيد كان فيه سلبيات لأن عاوز أقول لحضرتك يا دكتور إن الأزمات بتبايل لنا شوية طبيعة سيمات وخصائص كل شخص مننا يعني ممكن يبقى فيه وباء فيه أزمة فيه مجاعة فيه مظاهرات حضرتك تلاقي استجابة كل واحد مننا والريأكشن بتاعه ورد فعله للحالة اللي احنا بنشوفها مختلفة فيه واحد يحب الإشعاعات قوي يعني هو طول ما هو قاعد كده وبالذات من خلال السوشيال ميديا وما إلى ذلك يطلق في أشعاعات أشكال وألوان ما هي دي الآفة بتاعتنا دلوقتي يا دكتورة يعني للأمانة مش تحيزا أو بنطبل زي ما البعض بيقول لا الحكومة بزلى جهد غير عادي والقيادة السياسية أولت الموضوع أولويات غير عادية والعالم كله مهتم وأصبح لا يعني حديث للعالم كله إلا عن كورونا وحفاظا على الأرواح وعلى الناس ولكن الناس مش عايزة تتعاون مش عايزة تقعد حتى في بيوتها وتلتزم معه ده زي ما قلتك لحضرتك مواجهتنا لأي أزمة من الأزمات ورد فعلنا لها بيرجع لثمات شخصية كل واحد مننا فيه شخصية بياخذ الموضوع بشكل انبساطي انبساطي مش اللي هو فرحان وبيضحك لا مارن يا عم هو هيحصل حاجة ده الأمور بسيطة ده مجرد شوية انفلوانزة وخلاص ده شق نلاقي الشق تاني زي ما كنت بقوله لحضرتك لا هو يحب الإشعاب بقى وحصلت حالات ويدخم في الأمور وحالات الفزع والرعب ومن إلى ذلك فيه شخصية تانية هي قرية بتعاني من الوتاوس والهلع والكوف ومن إلى ذلك دي بتبقى أكتر شدة فكل النمط من الأنماط الشخصية بتتعامل مع الحدث اللي احنا بنعاني منه فهنا بيحتلف رد فعلينا من حالة لأخرى لكن نقدر نقول بشكل ما ان احنا بدأ يبقى عندنا درجة من الوعي والإحساس بان فيه فعلا خطورة وإن فيه مسئولية مجتمعية أو جماعية أو يعني بتجمعنا كلنا وإن احنا كلنا فيه فعلينا واحدة هو خطر يعني هو خطر وهو بيئة فبداعنا ندرك إلى حد ما بنسبة كبيرة أنه لا إحنا معرضين لإصابة ما أو فيه خطر منتظرنا ودائما الإنسان دكتور ناصر لما بيشهر بأن فيه خوف أو فيه ألأ بيبدأ إلى حد ما يعيد حساباته مرة أخرى وفيه داي ما احنا عاوزة أقول بس يعني عاوزة أقول إن فيه فيه ثقافة جمعية كده لما لقينا إن إحنا إيه ملتزمين تلاقي بعض بيعتاد عارفة ثقافة المطرح حد يضحك جوه المطرح فيروح التاني كله داحك أحيانا ده بيفيد تنصح المصريين بيها دكتورة علشان الأمور النفسية بتاعتهم تستقر التفاؤل التفاؤل وإن دايما الإنسان يبقى نابع من جواه إن ربنا سبحانه وتعالى إنه هينجينا من البلاء ده وإن يبقى فيه ثقة نبع من داخل كل إنسان مننا إن لأ بقرة أفضل وإن دايما مع البلاء أو مع المصائب أو مع المحن بيتبع دايما أي محنة أو العصر بيتبعه يسرى لازم ندرك كمان وياريت يا دكتور ناصر نستفيد من الأزمة اللي إحنا فيها ونعرف إن البعد النفسي مهم جدا في جهاز المناعة عندنا يعني حضرتك تعلم جيدا إن فيه بعد كده ومش هنقرب كتير عن الموضوع اسمه الأمراض الساكوسوماتيكي إن هي الأمراض النفسي جسمية إن أنا يبقى عندي أعراض عضوية لكن سببها نفسي ففيه جزء من جهاز المناعة بتاعنا إن إحنا دايماً يبقى عندنا نوع من التفاؤل عندنا نوع من الأمل عندنا درجة من الارتياح النفسي إن إحنا نعترف إن إحنا في بعضنا بيعاني من اضطراب نفسي أو بيعاني من درجة من أي شكل في اضطراب من سواء الشخصية التفاؤل لما جوم عملوا عليه دراسات لقوا إنه لها علاقة بجهاز المناعة ولقوا لها علاقة بإفرازات هيرمونات السعادة في جسمنا لقوا إن الناس مننا يعني نقدر نقول المصريين تفاقلوا ابتسموا علشان جهاز المناعة بتاعكم يقوى ويقدر يتجلب على كل شيء وباللي ابتسامة هنقدر نتجلب على كل الصعاب بإذن الله احنا بنشكرك يا دكتورة وعلى وعد بقى انك تكوني معانا في الاستيديو قريبا بإذن الله هنرجع للأحداث اللي بتطلع حق بشكل غير عادي والمفترض ان كان هيبقى معانا احد المخترعين نعم اه ما هو ده بقى هنجيبه قريبا وعامل جهاز من نوع خاص يفلطر الهوى اللي داخل ويفلطر الهوى اللي خارج وبتكلفه قليلة جدا وخد براءة اختراع في منظمة البحث العلمي في مصر ولكن للأسف لضيق الوقت مش هنقدر نعمل معا مدخلة فبنعتذر له وعلى وعد ان يكون معانا ويشرح للناس مدى هذا الجهاز مصر اولادة مصر في المحن الناس كلها بتتكاتف بتطلع اجمل ما فيها لكن للأسف زي معاورة 25 يناير اظهرت بعض الحاجات الوحشة في المصريين برضو كورونا اظهرت نسبة لا تتعدى الـ 2-3% من وحشة المصريين في عدم الالتزام في الجهل في عدم الرؤية والانسياق وراء الشائعات لان الشائعات اخطر بكتير من كورونا يعني يريد ننصط للداخل وننصط للتصرحات الحكومة والقيادة السياسية ونلتزم لان لو التزمنا بالتعليمات والاجراءات الاحترازية هنعدي المرحلة الخطرة دي لان القادم ربنا اللي يعلم به احنا ما بنضربش الودع ولكن كل المعطيات بتقول ان احنا قدام تحديات كبيرة جدا التحديات دي محتاجة عزيمة محتاجة اقراضة محتاجة ان نكون كلنا على قلب رجل واحد محتاجة ان نلتزم مش كلنا هنبقى دا كترة ومش كلنا هنبقى فلاسفة وكل واحد في مكانه هو جند حقيقي في هذا الوطن عامل النظافة اللي في الشارع لا غنى عنه زيه زي الطبيب اللي في المستشفى زيه زي الزابط اللي واقف على الحدود زيه زي المهندس اللي جوه المصنع زيه زي الاعلامي اللي وراء الامام الكاميرا والمخرج اللي وراء الكاميرا كلهم جنود من اجل الوصول بهذا الوطن وهذه البلد الى بر الامام ندعو الله سبحانه وتعالى ان نلتقي بيكم الاسبوع القادم على خير ويكون في بارقة امل افضل تكون الامور اتحسنت ووصلنا لحالة افضل بعد الاكتشافات الجديدة والجهد اللي مبزول من كل كبير وصغير في الحكومة المصرية وفي المؤسسة العلاجية للامانة وزارة الصحة يعني عاملة مجهود غير عادي لكن للأسف هناك برضو سلبيات المتحدث الرسمي بتاعها ما بيردش على حد عايزين نوصل منه للحقائق نعرف منه اين اللي بيحصل مش معقولة هنتكلم مع الوزيرة في كل كبيرة وصغيرة الراجل يعني اكبر من الوزيرة واكبر من الجميع ما بيرداش يرد على حد فياريت نلاقي حد في وزارة الصحة يبقى يرد ويقول الحقائق فيه عشان ما يبقاش فيه اجتهادات ونقول ارقام ونقول اشياء ما الناس بتزعل بعد منها منها وبنقول ان احنا ما بنقولش كل الحقائق نهاية الحلقة بشكركم وحمى الله الوطن وحمات الوطن واشوفكم على خير الاسبوع القادم في برنامجكم كلام في كلام